موسيقى هتقرى كتير قوي وتسمع كتير جدا من المتخصصين لما تسألهم سؤال أعمل إيه علشان أكون بار بأهلي ولما النصايح بتبقى كتير بيبقى الموضوع محير بالذات لما تحب تسقطه على واقع بيتك أنا معرفش علاقتك بأهلك مستقرة ولا مضطربة معرفش أنت صحاب ولا في بينكم جفة معرفش بتعوده مع بعض كتير ولا الأيام مفرقة ما بينكم فخليني أقولك لو أنت حيران لكن نفسك أنك أنت ما تروحش عند ربنا عاقل أهلك وتحفظ هذه الأمانة لغاية ما أنت تسبقهم لربنا أو هم يسبقوك لربنا سبحانه وتعالى هقولك على وجهتين نظر أو هقولك على النقطتين سأقبل ما أقولك على النقطتين دول وأتمنى يكون فيهم خلاصة تريح البال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سمى علاقة الولاد والبنات بأهليهم جهاد يما واحد جاء لشان يجاهد مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له أهلك عايشين قال له أقل أرجع ففيهما فجاهد ليه جاهد فيهم؟ لأن بطبيعة فرق الأجيال والسن وطبيعة الأرب كمان بيحصل خلافات ونقاشات والنقاشات دي بيسيطر عليها غالبا المشاعر عشان كده أنت محتاج أنك تجاهد نفسك اللي فيها عنفوان وفيها حب للانطلاق والحرية والقرار تحب تجاهد نفسك في الاستماع للنصائح الكتيرة الدائمة اللي تشبه المحاضرات تجاهد نفسك في التدخل في خصوصياتك اللي بيحصل من الأهل من دفع الخوف ورغبة المساعدة تجاهد نفسك في عدم رد الأذى بالأذى لأن أهلك دول بني أدمين وفي يوم من الأيام أبوك هيبقى متعصب عنده ضغط مالي معين والدتك هيبقى خايفة من حاجة فبتتكلم وهي منفعلة خايفة عليك فحسن الخلق احتماله الأذى زي ما بيعرفه الإمام الغزالي وده هيحتاج منك جهاد الإنسان الطبيعي مش الطبيعي أنه يبقى بار بأهله مع احتكاكات الحياة إلا بشوية انضباط فعايزة أفكرك بس لما أقول لك تعمليه عشان تفضل بار بفكرة أن العلاقة مع الأهل فيها نوع من الجهاد أول حاجة هقولها لك اللي اخترتهم لك النهار دا يعني رقم واحد طمنهم وبلاش غموض طمنهم وبلاش الغموض اللي في الحياة دا تعرف دلوقتي السوشيال ميديا والسمارت فونز فصلت الناس عن بعض كنا متوقعين أنها تقربنا من بعض بس بعدتنا عن بعض تخلت كل واحد ليه حاجة اسمها الحياة الموازية غير كده أنت أصلا كل ما بتكبر بيبقى ليك مجتمعاتك المنفصل عن أهلك فكل ما كنت عندك شفافية وبتخش تحكي أنت أخبارك ذات الشباب اللي في سنوي واللي في جامعة واللي حياتهم يحتمل فيها تكون مستقرة ويحتمل يكون فيها بداية صحبة مش كويسة من حراف وهنا الأهل صعب قوي رأبه ولو رأبه بالزيادة يبقى فيه تدخل فأنت يبقى عندك رد فعلي مش كويس فبيحاول يحافظ على خصوصيتك بس الألأ بيبقى زيادة عند الأهل ولما تكبر وتخلف هتعرف الموضوع ده وأجمل كلمة بتقع على قلب الأب أو الأم كلمة طبأنينة وتشجيع من العيال البنات أو الولاد يعني أقول لك مثلا لطيفة أوي في القرآن فاكن لما السيدة مريم لما ربنا قال عليها وهي بتخلف سيدنا عيسى فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسية فناداها من تحتها مين؟ سيدنا عيسى كان ممكن سيدنا جبريل اللي يكلمها كان ممكن ربنا اللي يكلمها بس الطمأنينة جت من ابنها لأن أجمل كلمة فيها تشجيع وطمأنينة تيجي من العيال فناداها من تحتها ألا تحزني إيش معنى يعني يتكلم سيدنا عيسى في اللحظة دي آه هو هيتكلم بعد شوية وهو بيواجه أهلها بس اللحظة دي كان فيه بدائل كتير لكن لازم ربنا يشير لك لإشارة فناداها من تحتها ألا تحزني أحلى لا تحزني دي قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة يعجبني أقول الشباب اللي خارج داخل من برة يقعد كده ويطمن أبوه أمه كان بيعمل إيه النهاردة وخرجنا وروحنا وجينا يبقى فيه نوع كده من الانفتاح بدل ما هو يقعد يسألك ويتدخل فتتخنقه خليها بسيطة فدي أول حاجة الحاجة التانية ودي بيعملها الناس الجدعان أنا عارف أن أغلب الشباب اللي بيسمعوني دلوقتي عندهم رغبة أنه يبقى الصاحب الجدع قال لي وقف في ظهر صاحبه وأنت تبقي حضن لصاحبتك الترند بتاعي أن أنا صاحب صاحبي ده موجود في السن ده عايزك تجرب تعمل الكلام ده لو أنت بتسألني وحيران أعمل عاش نفضل تبار بأهلي عايزك تجرب توقف ظهر أهلك عايز الجدعانة والميت راجل اللي أنت بتحاول تعملهم ودي حاجة حلوة جدا بينك وبين الناس وعند ربنا كمان عايزك تجرب ده يكون في حياة أبوك وأمك الإنسان كل ما يكبر طاقته بتقل لازم تفهم كده احنا عندنا رصيد معين من الطاقة زي رصيد معين من الأنفاس كده يخلص الرصيد بيروح عند ربنا البني آدم الأهل كل ما بيكبروا الطاقة بتقل وبيبدأ اعتماديتهم تزيد أنت وانت صغير كان عندك اعتمادية عليهم أنت بتكبر استقلالية وهم بيكبروا بيحتاجوا لبعض الاعتمادية مهما كانت شخصياتهم قوية ومش بيفطفضوا بكده بس المشوار اللي بتنزله أمك لوحدها وانت قادر تبقى معاها تونسها والدردشة وتتكلمه وتشيل عنها ده بالدنيا والآخر وهتشوف ميزانه عند ربنا سبحانه وتعالى لأننا ما أقدرش عبر لك عن ميزانه إذا كان الناس العادية ربك خلى سيدنا النبي يقول إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أي حد في الدنيا أخوك في الإنسانية أبوك ومك مفيش مقارنة بينهم وبين أي حد في الدنيا اللحظة اللي بتنزل البنت مع أبوها ولا حاجة للدكتور وهو قاعد مستني الكشف فبيهزروا مع وعد يتكلموا دي جبر خاطر أنا ما أقدرش أوصف لك ثوابه عند ربنا سبحانه وتعالى وفعلا أجره على الله فلو بتسألوا أنت حيران كده أعمل إيه عشان أفضل بار بأهلي جوه احتكاكات الحياة ابقى طمنهم عليك وبلاش غموض وخليك في كتف أهلك وفي ظهرهم وشوف ده يتردلك في الدنيا إزاي وربنا سبحانه وتعالى ياخد بأيدينا ونسلم هذه الأمانة لله سبحانه وتعالى وربنا راضي عنا ولما نحشر بأن أدين ربنا يبقى شفعاءنا أهلينا ما يبقوش ضدنا أبداً ولا يكون في رقابتنا حق لأغلى الناس علينا تمنى تكون الخلاصة النهاردة كنت راحل بال كل حائد